ينطلق من مدينة الزويرات الشمال وسط موريتانيا إلى ميناء نواذيبو وبمسافة 704 كيلو متر قطار بطول 3 كيلو متر على ظهر حمولة بـ 84 طن من الحديد الخام وهذه الحمولة تخليه أثقل قطار في العالم موريتانيا على عكس ما يظن البعض ما هي دولة فقيرة لأن شعبها يعيش على كنوز من المعادن والثروات الطبيعية الهائلة الكفيلة بنقل موريتانيا وشعبها إلى مستوى آخر لو تم استغلالها بشكل صحيح وكانت فيه إدارة وطنية خصوصا وين عدد السكان قليل مقارنة بحجم المساحة وكمية الثروات ومنها احتياطيات هائلة من معادن مثل الحديد بـ 2 مليار طن والذهب بـ 25 مليون أنصة والنحاس بـ 28 مليون طن واليورانيوم بـ 50 مليون طن وأغلبكم يعرف أهمية اليورانيوم بالنسبة للطاقة النووية و160 مليون طن من احتياطي الفوسفاتة والكوارتز 11 مليون طن والملح 245 مليون طن والجبس 100 مليون طن وبحكم موقع موريتانيا الجغرافي المتميز والمطل على المحيط الأطلسي فهي من أغنى الدول العربية في الثروة السمكية وتحتوي على 600 عينة من الأسماك منها 200 عينة هو نوع قابل للتسويق عدا على الموريتانيا مقبلة على طفرة غازية ضخمة بفضل بعض الاكتشافات في مناطق مختلفة